الحمد لله المتصف بالأسماء الحسنى والصفات العلاء والشكر له على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العاخرة والأولى وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى والعبد المجتبى اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الخير والتُقى أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فَمَنِ اتَّقَاهُ وَقَاهُ وَأَسْعَدَهُ وَلَا أَشْقَاهُ قَالَ جَلَّ وَعَلَى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْدِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ عَجْرًا إخوة الإسلام إن للقيم الأخلاقية والخصال الكريمة في الإسلام لها القدر الأعظم والشأن الأتم فقد تواترت النصوص الشرعية بالحث على محاسن الأخلاق وجميل الخلال قال جل وعلا في وصف أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وإن العبادات المشروعة على تنوُعها تحمل في مضامين مقاصدها التبعية وغاياتها الغزيرة ما يبعث المسلم على التحلِّي بالأخلاق الفضلاء والاتصاف بالمثل العليا لتقوم حياة المجتمع ككل في إيطار منظومة أخلاقية نبيلة وسجاياً جميلة تجعله مجتمعاً سعيداً راقياً تعبُق فيه الفضائل بشتى أشكالها والمكارم بمختلف صورها إخوة الإسلام وشهر رمضان شُرِع فيه من العبادات والتقربات ما يُرَبِّ النُّفوس ويُزكِّيها ويُهذِّب الجوارح ويُصلِحها مما يعودُ على المسلمين جميعاً بتربيةٍ تقودُ إلى خير المسالِك وأنبل القيم عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أجودَ الناس وكان أجودُ ما يكونُ في رمضان حين يلقاهُ جبريل وكان يلقاهُ في كل ليلةٍ من رمضان فيُدارسُه القرآن فلرسولُ الله صلى الله عليه وسلم أجودُ بالخيد من الريح المُرسلة متفقٌ عليه والجودُ معنًا شامل لجميع المحاسن والمكارم الرفيعة والفضائل العلية مآشِر المسلمين في صوم شهر رمضان تربيةُ الخلق على البُعد عن الرذائل المتنوعة والنأي بالنفس عن المساوئ والأخلاق القبيحة قال صلى الله عليه وسلم بل لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري ومن هنا ومن هذه المدرسة قال جابٍ رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعُك وبصرك ولسانُك عن الكذب والمأذم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقارٌ وسكينةٌ يوم صومك والمرادُ الأستقامة الدائمة على هذه الفضائل والمرادُ من ذلك الاستقامة الدائمة على هذه الفضائل والمُتابعة المُستمِرَّة للسير على تلك الشمائل الشريفة قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفُث ولا يسخب فإن شاتمه أحدٌ أو قاتله فليقُل إن مرءٌ مسلم في رمضان تربية المسلم على الرحمة بجميع صورها ومُختلَف أشكالها ومن مظاهر ذلك ما جاء فيه من فضل الصدقة وتفطير الصائم وإطهام الجائع وسد خلَّت المحتاج وبذا يتذكَّر المسلم وبذا يتذكَّر المسلم ويتألم أن صفة الرحمة بأوسع مآنيها وأشمل صورها وأجمل مسالكها هي صفةٌ عظيمةٌ يجب أن يتحلَّى بها في جميع أزمانه وكافة تعاملاته لقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصَوا بالصبد وتواصَوا بالمرحمة ولقوله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادِّهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكَى منه عُضٌ تداءَى له سائرُ الجسد بالسهر والحمى متفقٌ عليه وفيهما أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء الرحمة بالخلق أيها المؤمنون صفةٌ جليلة ومقصدٌ عظيمٌ من مقاصد التربية بسائر العبادات ومنها الصوم قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ وقال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أُدْعُوا على المُشْدِكِين قال إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةُ رَوَاهُ مُسْلِمٍ فيا مآشر المسلمين إن رمضان وبعض العبادات كالحج موطنٌ لاجتماع الناس وتزاحمهم في صلوات الفرق والقيام وفي اجتماعهم على الإفطار وفي عبادة الاعتكاف وفي أداء العمرة فالواجب الحرس الأكيد على أن تظهر في تلك المواطن أجمل صور التراحم ومسالك الرفق والسكينة والطمأنينة وسائد التعاملات النبيلة والممارسات الجميلة التي تُظهر عظمة هذا الدين العظيم ومحاسنة ومن هنا حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفكَّا تصرُّفاتنا أن هذه الصفات الجميلة والقيم الجليلة في جميع مواطننا ومناشط حياتنا فقال صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس متفق عليه بل ويا عباد الله حين تغيب عن المسلم في تصرُّفاته وعلاقاته هذه المنظومة الجميلة يقع في الشقاء والعنى قال صلى الله عليه وسلم لا تُنزَعُ الرحمة إلا من شقي رواه التنمذي وقال حديثٌ حسن وحسنه بعض المُحقِّقين فلنرحم الصغيرا والنُوقِّر الكبيرا ونُعين الضعيف وذل حاجة قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويأرف شرف كبيرنا رواه أحمد والترمذي وقال حديثٌ حسنٌ صحيح أيها الأئمة تذكَّروا صفة الرحمة حتى في قيامكم وتهجُّدكم بالناس في قيام رمضان مع الحرص الشديد على السنة قدر المُستطاع وتجنَّبوا الإطالة في دعاء القنوت فقد قال صلى الله عليه وسلم ولا قول مع قوله إذا صلى أحدكم بالناس فليُخفِّف فإن في الناس الضعيفا والسقيما وذل حاجة متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوِّل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوَّز في صلاتي كراهية أن أشُقَّ على أمه متفق عليه اللهم انفأنا بالوحيين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الدائي إلى رضوانه اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا أيها المسلمون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في ليالي العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وشدَّ مئزره فأمروا رحمكم الله أوقاتكم في ليلها ونهارها بالخيرات وسابقوا إلى الصالحات تنالوا رضا رب الأرض والسماوات ثم إن الله جل وعلا أمرنا كثيراً بالصلاة والسلام على النبي العظيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الآل وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدَّمنا وما أَخَّرْنَا وما أَسْرَرْنَا وما أَعْلَنَّا وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا أنت المُقَدِّمُ وَأَنتَ الْمُؤَخِّرُ لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها على نيتها وسرها يا غفور يا رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا ممن وفق لليلة القدر وفاز بعظيم الأجر اللهم امن علينا بالتوفيق لهذه الليلة العظيمة اللهم امن علينا بقيام ليلة القدر واجعلنا فيها ممن رضيت عنهم فسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم من كان معنا ومن سمع كلامنا اللهم اغفر له وارحمه اللهم وارض عنه اللهم وارض عنه في هذه الدنيا وفي الآخرة وعن جميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي أهده لما تحبه وترضاه اللهم احفظهما بحفظك واكلهما برعايتك وعنايتك اللهم وفقهما وسددهما إلى كل خير اللهم اجمع بهما كلمة المسلمين اللهم اجمع بهما كلمة المسلمين اللهم وادرأ بهما الشر عن المسلمين جميعا اللهم وادرأ بهما الفتنا ما ظهر منها وما بطن اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رآياهم اللهم ولي عليهم خيارهم اللهم ولي عليهم خيارهم اللهم وأصلح ديارهم اللهم اعمرها بالأمن والإيمان اللهم اعمرها بالأمن والإيمان اللهم اعمرها بالأمن والإيمان والرخاء والسخاء اللهم ارحم عبادك اللهم ارحم عبادك اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترحم أمة محمد رحمةً تصلح بها أحوالهم اللهم ارحمهم رحمةً تصلح بها أحوالهم اللهم ارحمهم رحمةً تصلح بها أحوالهم تجمع بها كلمتهم تغني بها فقيرهم اللهم يا حي يا قيوم اللهم وفق القادة في اجتماع مكة في ليالي العشر من رمضان اللهم اجعله اجتماعً موفقًا مسددًا اللهم واجعله ناجحًا قائدًا إلى الخيرات والسرور والسعادة للمسلمين جميعًا اللهم اجعله اجتماعً فيه السبب الأعظم لدفع الأخطار والفتن والحروب عن المسلمين يا رب العالمين اللهم استجب لنا يا حي يا قيوم اللهم استجب لنا يا حي يا قيوم اللهم اجعل هذا الاجتماع في هذا المكان المبارك في هذه الليالي المباركة اجعله سببًا لصلاح الأحوال اللهم اجعله سببًا لسعادة المسلمين اللهم اجعله سببًا لرفعة المسلمين اللهم اجعله سببًا لعلو كلمة المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تردنا خائبين إنك أنت القوي العزيز الكريم يا حي يا قيوم عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلا اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم احفظ رجال أمننا اللهم احفظ رجال أمننا في كل مكان اللهم وجزهم خيرا اللهم وعطهم القوة يا حي يا قيوم اللهم احفظ رجال أمننا المرابطين اللهم ثبت على قلوبهم اللهم ودر بهم الشر عن المسلمين اللهم احفظ ديار المسلمين اللهم احفظ هذا البلد اللهم احفظ هذا البلد اللهم احفظ هذا البلد من كل سوء ومكروه اللهم من أراده بسوء فأشغله في نفسه اللهم من أراده وأراد جميع بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره اللهم اجعل تدميره في تدبيره اللهم اجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم وقسم قوته اللهم وقسم قوة من أراد المسلمين بسوء اللهم واخذل كلمته اللهم واجعله في دمار شامر يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه